رحب حزب حماة الوطن بانضمام مصر لواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم وهي مجموعة بريكس والتي تستهدف تحويل التجارة إلى عملات بديلة سواء وطنية أو إنشاء عملة مشتركة ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات وأضاف الحزب أن عضوية مصر في تجمع بريكس تمثل نجاحا جديدا للاقتصاد الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح أسيسي بفضل السياسات الاقتصادية التي أدت لتحسين مؤشرات الأداء في الفترة الأخيرة ولفت الحزب إلى أن نجاح مصر في الانضمام لهذا التجمع سيسهمه بشكل كبير في توفير مصادر تمويل واستثمارات من مصادر مختلفة ما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وأكد الحزب أن الانضمام للمجموعة بريكس يعمل على تخفيف هيمنة الدولار بما يسهم في دعم عمليات الاستراد الخارجي لا سيما المواد الخام التي تدعم التصنيع المحلية وأياد حزب حماة الوطن كل المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية لوضع مصر في مكانها الطبيعي بين دول العالم لا سيما في التجمعات الاقتصادية العملاقة التي تؤدي في النهاية لتحسين الأوضاع ما ينعكس إجابا على حياة المواطنين